نتكلم عن قطاع الناشئين لأن النهاردة كان فيه لقاء زمالك وأهلي لكن تعالوا نروح للأهلي نفسه على مستوى الاستعدادات لمواجهة شباب بلوزداد بكرة يعود الأهلي للتدريبات بعد يوم راحة بقرار من مارسيل كولر بعد الوصول النهاردة قادما من تنزانيا بعد التعادل بهدف لكل فريق أمام يانج أفريكانز التنزاني صدارت مجموعة في دور المجموعات من الجولة الثانية أداء مقنع نسبيا عما سبقه من مواجهات بالنسبة للأهلي وتحديدا في الشوط الثاني من المباراة بيأتي بعد أيام قليلة من اجتماع مجلس إدارة ولجنة تخطيط بالمدير الفني السويسري اللي وافق أو طلب إقامة مباراة شباب بلوزداد يوم الجمعة اللي جاية الساعة 6 في استاد برج العرب حيث أرضية ملعب مريحة أكتر من أرضية استاد السلام تبقا لما يصرح دائما مارسيل كولر في تصريحاته الإعلامية المختلفة وحصل الأهلي على الموافقات وبالتالي بـ 30 ألف مشجع سيكون الأهلي مدعوما في لقاء الجولة الثالثة المهم أمام الشقيق الجزائري شباب بلوزداد هذا المنافس شباب بلوزداد كان خسر في الجولة الماضية من فريق مدياما بهدفين مقابل هدف واحد هو اللي تقدم بضرب الجزاء لكن بعدها مدياما أكمل ريمونتادة تحققت في الدقائق الأخيرة بهدف فوز قاتل فالمجموعة نسبيا بقت متقربة متشبكة وإن كان بيتصدرها منفردا الأهلي وبالتالي مواجهة زي دي أكيد مهمة بالنسبة للأهلي لفك أي اشتباك محتمل تعالوا نروح إلى السابق